السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم ندينا كلام النافع وجميل نذكره مع ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بتهديب سلطان بن ناصر وناصر من عطاءات العلم يقول السؤال هل النفس واحدة أم ثلاثة يقول وقع في كلام كثير من الناس أن ابن آدم ثلاثة أنفس نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة يعني أمارة بسوء وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الوخرة ويحتجون على ذلك بقوله تعالى يا أية والنفس المطمئنة وبقوله لا أقسم بيوم قيامه لا أقسم بالنفس اللوامة وبقوله إن النفس الأمارة بسوء والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفات فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى به والسكون ثم تكلم على طبعا اللوامة ثم كذلك المارة بسوء ولكن نقف مع المطمئنة يقول وكلام النافع جدا حقيقة لذلك عن كله ولو كان طويلا يقول ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عن وهذا لا يتأتي بشيء سوى الله وذكره البتة وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرور والثقة به عجز قضى الله عز وجل قضاءا لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سوى أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنا ما كان بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزايله لأنه رعا وقد جعل الله سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود ومنوع وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس ومطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسماءه والصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به فهذا أول درجات الطمأنينة ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه وهذا أمر لا نهاية له يعني كما ننسى الناس لا طمأنينة فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها أصل أصول الإيمان التي قام عليها قام بنائه ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أمور أحوال الآخرة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا وهذا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه أهر الإيمان حيث قال وبالآخرة هم يمكنون ثم تكلم إيمانا عطمانينة إلى أن قال عن اللوامة واللوامة هي وذكر أقوال العلماء إلى أن قال وهذه أقوال كلها حق ولا تنافف إن النفس منصفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة ولكن اللوامة نوعا من لوامة ملومة وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهدة فهذه غير ملومة وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملاما لائمين في مرضاته فلا تأخذه في الله لومة لائم فهذه قد تخلصت من لوم الله لها وأما من رضيت بأعمالها ولم تلوم نفسها عليها ولم تحتمل في الله ملام اللوام فهي التي بلومها فهي التي يلومها الله سبحانه وتعالى ثم المطمئة للمة رب السوء طبعا هي المذمومة وهي التي تأمر بكل سوء نسأل الله أسجل اجعلنا وياكم من التي اطمأنت نفوسهم ويجعلنا من المباركين إلى ما كانوا اشتركوا في القناة